اشتركوا في القناة في البداية بنيكم بقدوم شهر رمضان المبارك كل عام انتم ألف خير ينعاد عليكم وعلينا بالخير والبركة إن شاء الله يتكبل منكم ويخلي في ميزان حسناتكم وارجعت لكم بعد غياب بفيديو جديد كنت صورته بفلسطين ببيت أهلي راح أعملكم كريمة البافاريا هي نوع حلوة لذيذة وخفيفة بتكون بدون بيض بسيطة وسريعة التحضير إن شاء الله تجربوها وتحبوها المكادير راح نحتاجها لوصفتنا اللي بتاني كريمة خفك عليبتين شمانة خمس كسات حليب عليبتين بودنك فانيل ثلاث ملاعك كبار جيلاتين ثلاث بكتات سكر فانيل كاسة سكر وجوز للزينة والكاس اللي استخدمناها هون استخدمنا الكاس اللي بلاستيك وحدية الاستخدام للتعيير فيها عطينا بتنجرة على الغاز ثلاث كاسات حليب من الخمس كاسات اللي راح نستخدمهم وضفنا عليهم ثلاث معالق جيلاتين وبتكون الحرارة مناسبة مشان الجيلاتين يدوب في الحليب مع التحريك المستمر طريقة اللي راح نتأكد منها انه جيلاتين ذهب ونجرب في المعلكة بنرفعها زي ما انتم شايفين فيه كتل على المعلكة فمنستمر في التحريك لحدة ما يضوب كل الجيلاتين لازم لما نرفع المعلكة ما يكون عليها ولا كتلة زي ما انتم شايفين هون هون بيكون الجيلاتين كله ذهب وضفنا هون بوعاء نضيف سكر الفانيل زي ما حكتي لكم ثلاث بكتات ومنضيف عليهم على البتين الشمانة ورح نضيف كريمة الخفك وبنضيف البودنك فانيل وكاسة السكر لانه استخدمنا ثلاث كاسات حليب مع الجيلاتين فمنضيف هون كاسة الحليب بعد ما ضفنا كل المكادير بنخفقهم بالخفاقة الكهربائية لحد ما تختلت كل المكادير سوا بعد ما خفقنا الخليط وصار عنا خليط ناعم ومتجانس هون منضيف الحليب اللي الذوبنا فيه الجيلاتين ثث كاسات حليب وثث معالج جيلاتين فمنضيفهم نرجع نخفقهم من ثاني لحد ما يصير عنا الخليط متجانس موسيقى موسيقى هون عنا البيريكس اللي راح نسكب فيه الخليط فينا نستخدم بيريكس ونسكب الخليط فيه وبعدها راح نوزع كمية من الجوز على الخليط الجوز هون احنا كسرنا لقطاع يكون حجمها لا صغير ولا كبير حطينا كمية من الجوز في زرف الصغير ودكناهم في الكاسي مشيني تكسر معانا للحجم اللي بدنا اياه وفينا كمان نكسر الجوز في الميكسر بعد ما وزعنا الجوز على البفاريا راح ندخلها على البراد لمدة ساعتين بتكون جمدات ووقتها بتكون جاهزة للتكديم بعد مرور ساعتين بفاريا جمدة تطلعناها من البراد وهون عنا كطعة بنزينها بسيروب الشوكولاتة وراح نحط كمان سيروب العسل فيكم تستخدموا اي نوع سيروب مفضل عندكم وفيكم كمان تعكلوها من غير سيروب طعمة كتير طيب بنصحكم تجربوها كمان انشاء الله تكون وصفت لليوم عجبتكم وصفة سهلة ولذيذة وما بتاخذ وقت في التحضير طعمها كثير طيب شكلها حلو وطعمها احلى ان شاء الله تجربوها وتحبوها واذا عجبتكم وصفتي ما تنسوا تعملوا اشتراك لقناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وتحطوا كمان لايك وتعليك مشان اعرف رأيكم بوصفتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته